فطب انا هسألك على حاجة ايوة هو هو ومامتك اتجوزوا فترة يعني هما طبعا اتجوزوا خبوا الجواز لفترة صح؟ ايوة ليه ليه خبوا ليه خبوا الجواز؟ يا سيد الفاضل انا انت ما تعرفش المسيخين مش عارف ممنوع يجوزوا اتنان هم هم انت ما تعرفش هو جوز مين بدي عامة سبني ياس ودي كانت لسه موجودة بسلامتها وطبعا لو هي مثلا يعني بني وبينك يعني لو شمت خبر اللي فيه واحدة تانية من وراها بابا 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 سمعت نادي لا سمعت ناجيب راحاني راحت راحت خلاص طب هيا seinem مستحيل يهوة دايما مستخبئ مستخبئ ما هو كده عشان كده اخفى زواجه الزيجة التانية ايه اللي شده في مامتك قوي خلاه ياخد الرزق او ياخد المخاطرة دي كلها ان هو يخفي زواجه وان هو يعمل ده علشان خاطر الظروف ساعتها ما كانتش تسمح لأسباب كتيرة جدا طبعا ما احنا بس انا كنت احنا كنا عايشين في فرنسا ياس فبعيد عن مصر وطبعا ما هتشعرف حاجة من اي حاجة ولما ينا في مثلا دايما كنا جينا في نويل كده في القسمس في راس السنة كنا جنيجي هنا ماما وانا ما روخناش في الشقات وكده في اموبيليا لا احنا كان عندنا شقة في زماء في جاتن سيتي ايو فبعيد شعرف حاجة فدل مجاوز مامت حضرتك كام سنة فدل تلاتاشر سنة تلاتاشر سنة و تلاتاشر سنة مخبي ايوه وحتى لما انتوا كنت تبتيجوا كان في فرنسا ايوه كان في فرنسا ولما كان حضرتك مدي كانت لسه موجودة دي مشيت واحد وخمسين بديعة ايوه بديعة كان ساعتها الفنان رجيب الرحاني متجوز مديعة بصبني وكان متجوز والدة حضرتك بس في فرنسا في فرنسا في فرنسا وخبى تلاتاشر سنة ايوه ايوه ما احنا كنا بصبا 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 احنا ما كنش في صورة كده احنا كنا بعيد مين هيارف طب يعني انت عايزة تقنعيني يا فندم ان حضرتك اخدتي من باباك لا ما تقلقيش ما تقلقيش استني بس عليك نعم 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 لا هايش تقول ايه عدا ان حضرتك يعني اصرية عصيلة اصرية عصيلة لا انا عايزة اقول لحضرتك ايوه انت اخدتي من والدك ايوه انك تعرفي تكتمي كتير بدليل ان حضرتك كتمتي ايوه انك بنت نجيب الرحاني ايوه لمدة ستين سنة ايوه اشرحيلي ازاي قدرتك تكتمي هو كتم تلاتاشر سنة ماشي هو ليه اسبابه انما ليه حضرتك تكتمي ستين سنة ايوه انت تأثرت يا اوي جدا جدا انا كنت نفسي نقول لكلو ناس انا انتي اخسن ابي في الدنيا يا ناس موسيكت ايه اللي خلاكت انا عايزة نقول لكل الناس يا جماعة ده اخسن ابي في الدنيا انا كمان شديدة ايه اللي خلاكت تسكتي يعني حريك بتقولي انك عايزك تقولي بعيلوي صوتك اه 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 ليه الا خلاكت سكتي ستين سنة مقبضت بالاول طبعا الموضوع البديع ايوه كانت موجودة ده خلاص ده مشت اه وبعد كده يعني كنت انا كنت ببرة في المانيا عشان وقت مدرسة خلاصت مدرسة جيت هنا تاني جيت هنا تاني وكوزت كوزت واحد سعيدي وطبعا سعيدي مش عايز جيب اي سيرة عن اي فن عن اي موضوع فن اسمه اي حقوز حضرتك يا سلام قولي بس لا طبعا مش هنقول ام اللي يعني لا مش هنقول لا انا انت 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 مالك اسم جوزي اه انا معك انا وبيفرم معك ازاي اتحاطق انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف مش كده قولي ايه وانا اسألتك كده عابوك اسمه ايه لا خلاص خلاص براحتنا مش كده لا لا براحتك لحضرتك تعزي خبتي ستين سنة عشان اتجوزتي واحد سعيتي وهو ما كانش عايز اي حاجة في الفن اه خالص عادتي متجوزاق بايه ليه عشان ايه عشان ما اقولك ايه طبعا يعني الفاميليا وكده عارفين طبعا بس طبعا انكم هولا اقولك ليه افرد مثلا واحد صحفي او اي حد من المتبرق شم قبر اللي انا موجودة جيب بنت انا جيب رحاني موجودة معقول هو هي سبني ما سابقا مش ممكن هاي كوزي ما كان بيغير 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 جدا 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 ما هو لازم يغير يعني ما هو لازم يغير واحدة زي الامر اه مش كده ومن زمان كده ساي سميورة كده واحدة زي الامر عين ملونة وشعر أصفر شايفين القعدة شايفين الكلام شايفين وغير كده وغير كده طبعا انا كنت صغيرة اوي وهو كان يعني اكبر شوية ليه وحضرتك عندك كم سنة ما انتي لسه صغيرة اه انا عنتي 28 دواتشي ماشي في التسعة ماشي في التسعة حد بياخد ايه بيت الحلال ايه لا عادت كده هنا من طالب قد طالب عندنا وطالب معنا عامل حاجة كده ايه ده فخالصتا يعني كان مش كنت يعني هسألك سؤال غريب وكله بغضب بالأوامر وفي اسن وحاجة زي كده اسن ده الاسن كل حاجة بالاسن كنت كل عنا بالاسن وكده يعني طيب وانا خدت على كده من ايام ماما خدت على كده كملت بقى كده اه دي خالص اه دي خالص لحدة قد ايه بقى لحدة قد ايه لحدة قد ايه فضلت يعني كتما وام ليه قررتي فجأة ان انا هطلع للعلن واقول انا لا مش ما جدش كده لا لا ما جدش كده خالص لكن يعني قد كده يعني مقول صوت فاولة هيجا غد ما هو رح عند ربنا عايزة تقول لي لي جات ازاي ولا مش حبة الصدفة حصلت ازاي ولا لا يعني كده طبعا انا بص بعد انا اقول لك الصدفة جات ازاي يلا بينا اصلا ثقافة نجيب رحاني في الدال الملاك او في الهدايا القبة طبعا مش على قد كده وعايز تقديد عايز يعني حاجة اشيك من كده فا بكلف كتير روخت عندي مين روخت عندي واحدة مع فلوس كتير ايوا يتلى مين ده مين نجيب ساويريس ايوا اطور حبيبي كده يعني الموضوع ده كده مش وم بيزايتني شوي شايف كده كده نايتو يعني عامل اقراعات وكده بس يعني ما تمش يعني يعني ما تمش يعني 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 الهكومة عملت التجديد وده كله بس هو قال لي انا عندي مفقع شانك السيناء الجاي المارد 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 جاني السينما ده بقى تكريم لانا جيب رحاني وحضرتك ظهرت فيه انا ساسكا خالص انا مش عاف انا حاجة خالص بعدين ومش عاف ايه يعني تاخدي الجايزة انا من غبتي ورخت اخدت الجايزة ورخت يا خبا يا خبا يا خبا يا خبا السحان فا ودي 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 وكله سايزة وليت على خيانك وانا بقى تش انا بقى تش اخواليس كده اشتركوا في القناة